الترسانة لهم بكل الأندية دي عند مرحلة الإسماعيلي برضا يبا فيها كلام يعني طيب وانت بتلعب في مركز الشباب لعبتي قدام النادي الأهلي والزمالك والترسانة والترسانة ما حلمتش في وقت من الأوقات كده جي في ذهنك انك ليه أنا مروحش ألعب زي اللعبة دي أو الوكبال أبحث منها وهو ده اللي طلعني يعني هو الفكر ده أو دي ان أنا في سنة 18 سنة لما بدأ الناس تمشي والفترة اللي جاه ما تحسن فتح لنا طريق سكة أسوار وعمل موسم كواس جدا في الدارة الممتاز وراحل منتخب الأولومبي والفترة ده كابتين ما كانش فيه مطشاط كتيرة بتتزعف التلفزيون وهو مطشاط الأهلي والزمالي مظبوط بعد أول سنة اتباع للنادي الإسماعيلي أسوار للأسف في الوقت ده هبط للدرجة التانية يعني انت وانت بتلعب في مركز الشباب ده كنت حيل ما كنت تلعب في أسوار آه طبعا احنا كان في ناديين واحنا في الناشئين بتكنت بتتمنى أو ثلاثة أندي هلمينيا عشان كان بيلعب دور ممتاز أيوه ونادي المحافظة الألمونيوم بعد أن ما اتعمل وأسوار وأسوار دول كانوا في الوقت ده أكبر ثلاث فراء في الصحي تلاث فراء انت تتمنى ان انت تبقى موجود في نادي في دول لعبت في مغارة وعدت كم سنة في مغارة مغارة أنا ماشي بالزبط 20 سنة 20 سنة هقولي 8 سنين آه 8 سنين من اللي خدك وقالك تعالي هتروح تلعب في نادي أسوار الكابتن محمد عامل واللي شافني في الاختبارات محمد عامل آه والترشيح كان من مغارة لأن السنة اللي هبط فيها أسوار راح 6 لعيبة من مغارة 6 لعبة من مغارة الأسوار الأسوار دي دفع بعد لما أحمد حسن نجح آه والفرة هبطت خد 6 لعيبة آه عشور هرون محمد علي مرسي حسين صلاح محمد فتحي أشرف شعبان أو كابتن أشرف شعبان وكابتن صلاح براي يعني أحمد حسن فتح لك السكة آه دول الستة لعيبة اللي راحوا في الدرجة الأولى صعدوا الفرة للدور الممتاز آه صعدوا سنة آه سنة آه الدرجة الأولى صعدت الفرة للدور الممتاز رحت أنا وليد حسني تحت السن حضاك عارف اللي سنة الواحد وعشرين سنة احنا عشرين سنة طبع طبع سن الواحد وعشرين سنة احنا رحنا اتنين لعيبة أنا وليد حسني من نفس السن بترشيح من مغاغة بعد توقامة حصلت ما بين أسوان ومغاغة آه مغاغة بتبعد عن المينيا دي كم لا المينيا لا المينيا من 45 دي لساعة وإنما من أسوان طبعا مش وار لا دا كابتن توقف الأسرة ما خافتش عليك بقى وانت هتطلع أسوان وممكن تتغرب هناك وتقعد وتاكل وتاكل وعتشرب يعني هروب بقى هنا في الحاجات بقى الحياة اللي الواحد يعني قولي لما اتكلم فيها هي مشاكل يا الأسرة ان والدي ساب في الوقت دا الشغل قبل ما امشي بسنة أو سنتين آه أنا الأخ الأكبر لإخواتي لازم أعمل تعالي الأسرة فكان لازم أنا تبقى موجود آه في الوقت دا كان أدائي في الدرجة الأولى الحمد لله كويس جدا آه وتم الترشيح من مغاغة الحاج محمود عبد الملك والحاج عاطف الله رحمه هو رحمة الله عليه رحمة الله عليه وكان علاقتهم بايت كويسة جدا جدا بأسوان أحمد حسن وبعدها ستة لعيبة آه وكان الطلب من الناشئين عايزين شباب هم يساعدون عشان الدور الممتاز ونقدر ان احنا نستثمر فيهم يعني فاروحت أنا ووليد حسن طلعت على الأسوان مين المدرب اللي قال انك لازم تلعب في أسوان آه كابتن محمد عامر كابتن محمد عامر طيب محمد عامر كنت متعامل معه ازاي محمد عامر بقى كان نجم من نجوم آه طبع نادي الأهلي ومتخب مصر والوقتي ده كان في الجهاز الفني آه مع كابتن جوار الله رحمه أيوه آه في الأول أول أسبوع أنا فاكر كويس جدا أول أسبوع كابتن عامر ما كانش موجود كان موجود كابتن محمود فاهم كابتن مجد سبالك هم اللي استقبلونا في الأول آه النظام للواحد بعد لما اشتغل مدرب أو خاصة لما اشتغلت في الناشئين شفتوا يعني المجموعة القديمة تبقى موجودة هنا والمجموعة الجديدة تبقى موجودة هنا كل واحد على حسب بيوزعونا على حسب الأماكن آه كل واحد بيلعب فين فأنت بتلعبه أنا بيلعب لبرو بيلعب مساك طب انت لمن صغرق كنت بتلعب انت كده مدافع آه لا أنا أول ما بدأت يمكن كاليا مطش تاريبا مطش تاريبا لعبت راس حربة بعدها فيه مبارات تانية لعبت في نص الملعب كنت بيجيب أهداف آه من الخمى خالوني من الخماسي وأنا بلعب أن أنا بيجيب أهداف راس حربة دي يمكن سهلت لك شوية أنك في المدافع بتمسك الكرة بهدوء وبالباص هو خماسي بشكل عام آه هم الأول اختاروني الله يرحمه كابتن محمود فامي وكابتن مجد سبالك وروحت على المجموعة القديمة أنا ووليد حسن على طول آه وهو عدت كابتن شهر آه شهر أنا كابتن عامر لما جيب أنا باتمرن عادي مع الانتنين مداربين الأولينيين آه ولما كابتن عامر جيب وتعملت برضي التاسمات برضه أنا موجود مع المجموعة القديمة مجموعة القديمة وناس بتيجوا الناس بتمشي فيه اختبارات فيه ناس كابتن محمود عامر افتكرك من المجموعة القديمة ولا افتكرك لا هو سأل آه لأن برضه أنا الأول آه نظام التدريب تغير ما أنا لسه هقول لك معيشة آه العيشة النفسات غيرت آه الإقامة نفسات غيرت انتعت جوه نادي في اصطراحة نادي آه الأكل بانتظام الفطر غالعشة في النادي موعد التمرين دي يمكن شوية مراكز الشباب لا ما يعني ما فيش النظام فيها زي الأندي حتى لو في الدرجة الأولى لا ومحمد عامر متعود على